بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجداء انقاد السيد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لوجداء السادة رؤساء المجلس العلمية المحلية لجهة الشرق السيد رئيس جماعة وجداء السيد رئيس جامعة محمد الأول السادة ممثل الهيئة القضائية السيدات والسادة رؤساء المصالح السيد رئيس مؤسس محمد السادس للقيمين الدينيين السادة ضيوف مدينة وجدة السادة المحسنون الأكارم السيدات والسادة المحفظون والمحفظات في مراكز تحفيظ القرآن الكريم الأطفال الأعزاء المشاركون في الدورة من المقيمين في الوطن وأبناء مغالبة العالم وأولياء أمورهم السادة الأساتدة وممثل وسائل الإعلام السادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحل بكم جميعاً في هذا الحفل بهيج بمناسبة ختام الدورة الصيفية الثانية من العشرين لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال برسم سنة الفين واربع وعشرين والذي ينظمه المجلس العلمي المحلي لوجده بتعاون وتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق وهو حفل يتصادف هذه السنة مع الدكرة الفضية لتربع الأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه الميامين حيث أولى طيلة فترة حكمه رعاية وعناية خاصة بالقرآن الكريم وأهله وخير ما نفتتح به هذه الأمسية المباركة آيات بينات من الذكر الحكيم تدلوها على مسامعنا الطفلة رجاء بيرو من مسجد طيبا وجده فلتتفضل مشكورة اشتركوا في القرآن الكريم 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 ويبشر المؤمنين الذين يعتبروا الصالحات أن تلقوا أشعر كثيرة وأن المدين لا ينفحوا للهياة يرزع عددنا لأول عددنا لأول عددنا لأول عددنا لأول عددنا اشتركوا في القراء udah اشعر كامل انهمiso رجاء لأنها أعيثاً وأنها يموشيكاً فإذا أختبوا فقوة ومعنو يا ربكم لذا أختبوا فقوة ومعنو يا ربكم ولفعنو على السين والحفال وكل شيء يرقصاً تقصيداً وكل قيد الزنسان ينزلنا الله يأتوك يا ربكم وكل كله يوم القيامة وكل شراطه يوم القيامة في الكتابي يأتوك يا ربكم وكل شراطه وكل شراطه يوم القيامة وكل شراطه يوم القيامة وكل شراطه يوم القيامة وكل شراطه يوم القيامة شكراً لطفلة رجاء بيرو على هذه القراءة الكريمة نرجو من السادة الحضور التفضل بالوقوف الاستماعي للنشيد الوطني وكل شراطه يوم القيامة بمشاه من قيامة وكل شرطه يوم القيامة يوم القيامة وكل شرطه يوم قيامة موسيقى نعطي الكلمة لسيد رئيس المجلس العلمي المحلي يوجد الأستاذ محمد مصلح يلقي كلمته الطرحية فليتخذ المشكرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السيد الوالي على جهة الشرق عمال عامل وعمالة وجدان قاد السيد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق السيد مدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين السيد المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة الشرق السادة رؤساء المجالس العلمي المحلي لجهة الشرق السادة رؤساء المجالس العلمي المحلي لكل من الحسيمة وتازى وبنمان السادة المحسنون الداعمون للمجلس العلمي السيد رئيس جامعة محمد الأول السيد رئيس مجلس جماعة وجدة السيد رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية السيد عميد كلية الأدام والعلوم الإنسانية بوجدة السادة المحفظون السيدات المحفظات السيدات المرشدات والمرشدون الخطباء والوعاد والأئمة السادة الممثل وسائل الإعلام أيها الحاضرون جميعا كل باسمه ووصفه السلام عليكم ورحمة الله وبعد يسعدني أن أرحب بكم جميعا وأن أزجي إلى حضراتكم جزيل الشكر وعظيم الثناء على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الحفل البهيج الذي يأتي في سياق احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخامسة والعشرين لتربع مولانا أمير المؤمنين حفظه الله على عرش أسلافه الميامين هذا الحفل الكريم ينظمه المجلس العلمي المحلي لوجده والمجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق بمناسبة اختتام الدورة الصيفية الثانية والعشرين لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال التي دأب المجلس العلمي على تنظيمها كل سنة في موسم الصيف في المساجد التابعة لدائرة نفوذه إن هذه الدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال أصبحت تقليدا متبعا وسنة حميدة راسخة لدى سكان أهل وجده ونواحيها وقد انطلقت سنة 2002 بمبادرة كريمة من السيد رئيس المجلس العلمي المحلي فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى بن حمزة الذي هو الآن رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق ثم اتسعت دائرتها سنة بعد أخرى إلى أن أصبحت اليوم تغطي معظم مساجد المدينة وكثير من مساجد الأحواز وقد بلغ عدد المستفيدين من دورة هذه السنة نحو 27 ألف طفل وطفلة وقد استفاد من هذه الدورة أيضا أطفال جاليتنا المقيمة بالخارج الذين بلغ عددهم 688 طفلا وطفلة وقد خصص المجلس العلمي المحلي لهؤلاء الأطفال وآبائهم وأمهاتهم استقبالا خاصا بمقره ونظم لفائدتهم بعض الأنشطة الطربوية والطرفيهية وقدم لهم هدايا رمزية لهم ولآبائهم وأمهاتهم الذين حضروا معهم شكرا لهم على مشاركتهم في هذه الدورة وتشجيع لهم على المضي في التشبث بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة يدها السيدات السادة من مميزات هذه الدورة الثانية والعشرين أولا ارتفاع عدد المستفيدين منها من الذكور والإناث بنسبة تفوق الأربعين بالمئة مقارنة مع دورة السنة الماضية ثانيا انخراط كافة أعضاء المجلس العلمي المحلي وموظفيه وموظفي المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق في مواكبة وتتبع سير الدورة مع السيدات والسادة المرشدين والمرشدات الذين تجندوا لمراقبة وتتبع سير الدورة في المساجد التي أسندت إليهم في المدينة والأحواز ثالثا تزامن دورة هذه السنة مع انطلاق خطة تسديد التبليغ التي أطلقتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وعممتها على المجالس العلمية الجهوية والمحلية ويخطة تستهدف أساسا تصحيح مظاهر الانحراف في التديم وحماية الأمن الروحي للمواطنين من الطيارات المشوشة والمشاغبة على تديون المغاربة يتوسيدات السادة قبل إنهاء هذه الكلمة الترحيبية أود أن أجدد الشكر لكل الحاضرين ولكل الداعمين لأنشطة المجلس وكل المساهمين في هذه الدورة وفي تنظيم هذا الحفل البهيج أولاً أشكر السيد الوالي على جهة الشرق عامل العامة التي وجد أن قاد على دعمه المتواصل لأنشطة المجلس العلمي وهذا الحضور الشخصي له في هذا الملتقى الكريم هو دعم معنوي كبير لنا نسأل الله أن يحفظه وأن يعينه على أداء مهامه بتوفيق ونجاح وأشكر كل المسؤولين الذين شرفون بحضورهم في هذا الحفل وأشكر السادة رؤساء المجالس العلمية لجهة الشرق ورؤساء كل من الحسيمة وتازة وبولمان الذين شرفون بحضورهم كما أشكر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية رئيساً ومديراً وموظفين على إسهامهم في تنظيم هذا الحفل وأشكر السادة المحسنين داعمين مادياً لأنشطة المجلس المساهبين في تغطية بعض التكاليف المادية لهذه الدورة وأشكر أيضاً السيدات والسادة المرشدين والمرشدات والمحفظين والمحفظات والوعاد والواعدات الذين اشتغلوا دون من قطاع طيلة زمن الدورة بالرغم من الحر القائضي الذي تتميز به المنطقة في موسم الصيف كما أشكر جنود الخفاء موظفين ومعوان المجلس العلم المحلي والمجلس العلم الجهوي على ما بذلوه من جهد مشكور في إنجاح هذه الدورة وفي هذا الحفل أسأل الله أن يثيب الجميع وأن يفقنا إلى ما في خير البلاد وصلاح العباد تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين عزه الله ونصره وأقرع عينه بولي عاده المحبوب مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه السعيد مولاي رشيد وبكافة أسرته الشريفة آمين والحمد لله رب العالمين شكراً السيدة الرئيسة المجلس العلم المحلي لوجده ننتقل الآن إلى تقرير سنقدمه الأستاذ رندن يحيوير من مجلس العلم المحلي لوجده عن الدورة القرآنية فريد أفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تقرير مفصل عن الدورة الصيفية الثانية والعشرين لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال لعام 1445-2024 من أهم الأوراش التي يشتغل عليها المجلس العلم المحلي لوجد بالتعاون والتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق تعليم القرآن ونشره خاصة بين الناشئة وفي هذا الإطار نظم المجلس دورة صيفية جديدة هي الدورة الثانية والعشرون في سلسلة الدورات التي ينظمها المجلس للأطفال صيف كل سنة منذ عام 2001 وقد عرفت هذه الدورة إقبالاً كبيراً فاق كل التوقعات سواء في الوسط الحضاري أو الوسط القراوي انطلقت الدورة يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر يونيو 2024 وتختتم اليوم بهذا الحفل وقد غطت المساحة التي تمتد عليها منطقة اختصاص المجلس العلم المحلي لوجدها وهي مدينة وجدة وأحوازها وأطرها 296 محفظاً ومحفظاً في 288 مركزاً للتحفير بزيادة 30 مركزاً عن الدورة الماضية 214 مركزاً بالمدينة و74 مركزاً بالأحواز وبلغ مجموع الأطفال الذين استفادوا من الدورة 26891 طفلاً 14286 من الذكور و12605 من الإناث من بينهم 16886 من أطفال الجارية المغربية المقيمة بالخارج وبذلك زاد عدد أطفال الدورة الحالية عن الدورة الماضية بعشرة آلاف وواحد وثمانين طفلاً أي إنه ارتفع بنسبة 40.50% وبذلك يبلغ مجموع الأطفال المستفيدين من مجموع الدورات المنظمة لحد الآن إلى ثلاثمائة وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعين منهم عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وستين من أطفال الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومن خلال المتابعة اليومية التي قام بها أعضاء المجلس العلمي والأئمة المرشدون والمرشدات واستثمار التقارير النهائية تبين أن سير الدورة كان عادياً وفق ما خطط له إلا ما كان من بعض التعثرات البسيطة التي لم يكن لها تأثيرٌ على تحقيق الأهداف المسطرة للدورة وهي حفظ الأطفال لأجزاء من كتاب الله تعالى وفي مقدمتها المقرر الدراسي لمادة القرآن الكريم للسنة الدراسية المقبلة لكل مستوى دراسي بالإضافة إلى بعض الأحاديث النبوية وأبيات من متن بن عاشر وبعض الأدعية وتحقيق الدورة لأهدافها هو ثمرة تكاتف وتعاون أعضاء المجلس العلمي والمرشدين والمرشدات والعمل الجبار للمحفظين والمحفظات والدعم المادي للمحسنين أصدقاء الدورة والتعاون والتنسيق الكامل بين الطاقم الإدالي للمجلس العلمي المحلي لوجده والمجلس العلمي الجهوي لجهة على مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية رئيساً وموظفين الذين أسهموا كعادتهم بجهد مشكور في الإعداد لهذا الحفل وتنظيمه فجزى الله الجميع خير الجزاء هذه الدورة كلفت غلافاً مالياً قدره ثلاثة وخمسون مليوناً وسبعمائة واربعين ألف ديرهم ثلاثة وخمسين مليون وسبعمائة واربعين سنطيم غطى مكافآت المحفظين والمحفظات وجوائز الأطفال المتفوقين في الحفظ خلال الدورة وعددهم خمسمائة وستة وسبعون طفلاً وطفلة والجوائز التكريمية لمحفظين ومحفظة عشرة آلاف ديرهم لكل واحد وأفتح هنا قوساً لأقول إن المجلس العلمي يشيد بإسهامات بعض أعضاء المجلس في توفير الدعم المادي للدورة ويثمن مبادرتهم الطيبة نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل عمل الجميع ويبارك فيه ويزهي كل من عمل على تنظيم هذه الدورة وكل من شارك في تنظيم هذا الحفل وعمل على إنجاحه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً مرحباً أستاذ رموان يحيعوي ننتقل الآن إلى فقرة أخرى لتقديم أنشيد ديني من جموعة البعث الإسلامي فضلت فضلت مشكوهته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسى قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 على هذه الفقرات الجميلة ننتقل الآن اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله يوسف أجمعين السيد والي جهد الشرق السادة المسؤولون الحاضرون والسادة المدرسون والسيدات المحفظات والمرشدون وكل من يحضروا هذا اللقاء إن هذه المناسبة أصبحت تقليدا مألوفا وشأن التقاليد في الأمم التي تعل المعنى الحضاري هو أن يحافظ عليها نحن الآن بدأ 22 سنة لازمنا نراكم هذه العادة ونرتفع شيئا فشيئا فهذا شيء يصبح حين إيدي دينا في عنق الأمة كلها أي جميع الذين أسهموا يعرفون أن هذا أصبح تقليدا يجب أن يحافظ علي الجميع نحن الآن نحتفي مع أبنائنا وبناتنا بما بذلوا ونشجعهم ونربط على ظهورهم وأكتافهم تشجيعا لهم على ما بذلوا ولم يكن الصيف سهلا ولكن الإرادة كانت أقوى ومع هذه الإرادة وهذه الرغبة وقد لاحظنا هذا من خلال بعض الزيارات أن الآباء كانوا مساندين بعض الآباء والأمهات كانوا يحضرون إلى هذه المراكز وربما يبقون في انتظار الأبناء يحتاينون وهذا شيء مهم لأن الإبناء حينما يرى أن أباه يشجعه لأن أمه تشجعه فإنه يزداد قدرة على العطاء ولذلك نحقق هذه النتائج الطيبة نحن الآن مع جمهرة كبيرة من أبنائنا احتضلناهم وأعطيناهم هذه الرسالة التي كنا نود هذه الرسالة أي تحفيظ القرآن ربما تبدو لبعض الناس أمرا هينا لأن الأمر لا يتعلق إلا بخطاب يوجه إلى أطفال صغار والأطفال الصغار في حقيقة الحضارة هم الكبار لأنهم الأمل في المستقبل هم نتاج لما زرعناه الآن فإذلك دائما يجب أن نعتبر أولويتهم وأحقيتهم في أن نكون معهم أيها السادة السيدات في هذه السنة يتميز هذا اللقاء بأنه يتزامن مع احتفاء المغاربة بعيد جلوس جلات الملك الخامس العشرين على عرش أسلافه المنعام نحتفظ بعيد جلوسه ملكا نعم وهذا يقوله جميع الناس ولكننا أيضا يجب أن نعلم أننا نحتفي بعيد جلوسه أميرا للمؤمنين وإمارة المؤمنين رديف وحصن منيع وشيء مهم للمغاربة وهو يصونهم ويدفع عنهم كل المذاهب التي تريد أن تنتهب هويتهم وتريد أن تخلخ لصوفهم إمارة المؤمنين نحتفي بها مثل ما نحتفي نحتفي الآن بالجلوس جلوس الملك أمير المؤمنين هذه خطيصة مغربية وحضوة مغربية ويجب أن نستحضر هذا معا ونحن نحتفي وهذا يفرض علينا أن نقول كلمة ليست مطولة ولكنها كلمة لا مد منها الناس تحدثوا وأهل الاختصاصات تحدثوا وحاولوا أن يقدموا تقويمات لهذه الخمس وعشرين سنة ماذا حدث فيها وماذا أنجز وتكلم المتكلمون بما حصلوه بما تابعوه ولكن ألم يتحقق شيء لخدمة القرآن ولمصلحة نشر القرآن في هذه الخمس وعشرين سنة هذا سؤال ما الذي تحقق في هذه المدة بالذات طبعا القرآن كان موجودا دائما مع الأمة المغربية ولكن الإضافات التي رمم بعض الناس لا ينتبه إليها ولا يعبوه أولا الخدمة الأولى هي خدمة نص إن المغرب كان على وشك أن تدخل إليه مجموعة من النصوص المشوشة كان القرآن يأتي من هنا ومن هناك منه ما هو سليم منه ما هو مدخل بل إن كل التيارات حاولت أن تدخل إلى المغرب مصحفا يتماهى مع إرادتها الآن عندنا وجدنا هذا مصاحف بألوان المثلية مصاحف بألوان المثلية مصاحف لا تحترم الاختيارات المغربية في القراءة في الرواية كان هذا شيئا كثيرا وعم وكثير الناس لا يأخذ المصحف وإنتهي الأمر والأمر ليس كذلك فلذلك قامت مؤسسة هي مؤسسة محمد السادس لطبع المصحف الشريف ولنشره وهي الآن في المحمدية تقوم بهذا العمل المصحف الذي يطبع الآن هو مصحف منسوب إلى محمد السادس وهو مصحف هو الذي يرسله ويبعث إلى كل الجهات إلى إفريقيا ولذلك أصبح الناس يثقون الذين يعرفون ماذا يقرؤون دعنامنا الذين يقرؤون القرآن في شاشات لا يبالون ماذا يقرؤون المصحف الموثق الرسمي في المغرب هو مصحف محمدي يشتغل عليه مجموعة من العلماء من فقهاء الضبط وهو ولله الحمد يسوق إلى جهات كثيرة من العالم خصوص مثل إفريقيا وهذا شيء قبما لا يعبه إليه كثير من الناس ثم إن هذا النشر للقرآن الكريم هذا النشر القرآن جاء من خلال العناية أو من خلال الإشارات ففي كل مناسبة في رمضان يجلس أمير المؤمنين في نهاية ليلة السابع والعشرين ويكرم أهل القرآن ويكرم بعض حفاظة القرآن من مختلف فيلتقطون إشارات ولذلك عندنا جملة كبيرة من الشباب ومن الأطفال لحفاظ القرآن الذين أجيزوا من قبل أمير المؤمنين وهذا شيء ليس يسيرا ليس سهلا هذا أعطى للمجتمع المغربي اندفاعا نحو القرآن الكريم وأنتم تعلمون أيها الأخوة والأخوات أن أكثر وفي معظم البلاد الإسلامية يتقدم المغاربة الشباب المغاربة في المسابقات والمباريات ويكون غالبا إما في الصف الأول والتالي أصبح معروفا الآن أن القارئ الجيد هو قارئ المغربي ويقرأ بالأمس القريب شاب مغربي يقرأ بالمسلمين في الهند ويعرف بالقرآن الذي يوجد في المغربي وهذه أشياء قد لا ينتبه إليها كثير من الناس ولكن الذين يعرفون معنى الثروة المعنوية والحضارة يعرفون معنى أن يكون المغاربة هنا على هذا المستوى هناك الآن طلبوا في كل الأنحاء على حفظة القرآن في أوروبا واضطرات بعض الدول وكانت حاولت أن تقلص من من استقبالها لطلبات القرآن ووجدت أن الأمر ليس مستساغا فلذلك ذهبت في نهاية هذا رمضان مجموعة من طلبات القرآن وحفظته وهم الآن يشتغلون أو قد بعضهم قد عاد إلى وطنه إن القرآن الكريم أيها الأخوة هو شيء كبير في حياة الأمة هو شيء كبير لمن يريد البناء نحن نقرأ الآية وكل حرف بعشر حسنان صحيح ولكننا نقرأ القرآن وَلَنَا فِيهِ فَوَائِدُ لَا تُحْصَى هذا القرآن لغة ومعجم فيه أكثر من 77 ألف وربعمائة كلمة بمعنى أن التلميذ عندنا حدا حفظ القرآن لا يمكن أن يكون له لا يمكن أن يكون لأي تلميذ في أي تعليم هذا المستوى من المعجم اللفظي اللغوي أي إذا حفظ الإنسان هذا فقط حفظه 77 ألف كلمة بمجرد وهي ليست إلا في القرآن هو يحفظ أساليم لا يجدها إلا في القرآن يحفظ طرقا في الأداء لا يستطيعها إلا من يقرأ القرآن أنت حينما تقرأ ويقدم لك العلماء توالي الحروف اهبط سلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم من يستطيع أن يقرأ هذه الممات متوالية إلا أن تكون قرآنا هذه الكلمات طويلة أن ألزمكموها وأنتم لها كارمون إلى غير ذلك فالناس الذين لم يكونوا مسلمين الآن بعض تعرفون هذا أن بعض المسلمين بعض غير المسلمين ينبهرون ببلاغة القرآن وفصاحة القرآن والقدرة التعبيرية التي للقرآن ولذلك إلى الآن يوجد من غير المسلمين من المسيحيين من الساسة من يعلم ابنهم القرآن الكريم ثم تعلمونا شيء آخر جديد به أختم وهو هذه المعاني التي أصبحنا الآن نوذ بها ونعود إليها ونعتز بها ونحتمي بها حينما يأتيك شخص ليس مسلما وهو قترش ويتحدث يوما ما عن الهجرة كيف يعمل المهاجر الذي ينتقل من بلد إلى بلد بأي دليل استدل استدل بآية القرآن بقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وذكر أن القرآن يدعو إلى أن نحمي المهاجرين من أين يأتي إنسان بهذه الحقيقة إذا لم يأتي بها بالقرآن وفي كل الحالات نحن الآن نحتمي بالقرآن ونلوذ به ونعتصم به وهو يحمينا يخدمنا نحن حينما نرى إنسانا يعطف على والده ويرأف به ويعالجه نقرأ ونقول هذا من أسر قول الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا هي وبالوالدين إحسانا لكن الذي يكفر بهذه الآيات هو الذي يلقي بأبيه أو بأمه في دار العجزة أو يهينه أو يهمله والمسلمون لا يفعلون ذلك القرآن باركة القرآن منهج القرآن حصن فلذلك حينما نقرأ القرآن وحينما نفسر القرآن ونفهم القرآن يجب أن نعلم أننا نفعل شيئا من هذا كثيرا أعود لأقول أيها الأخوات هذه الخمس وعشرون سنة دعونا مما يتحدث به الذين لا يعرفون ما يقول هذه أكثر السنوات خصبا في خدمة القرآن هذه الخمس وعشرين لأن القرآن الآلة ارتفع إلى البوادي توجد الآن المرأة الحافظة للقرآن في رؤوس الجبال توجد الآن مرأة تحفظ القرآن بالقراءات في باديا هناك مدرسة للقراءات القرآنية في أحفير نساوها عالمات كما كان القراء عندنا قديما وهكذا المرأة التي كنا نحاول أن نرفع عنها الأمية ولم نستطع استطعنا بفضل القرآن أن نمحو الأمية كثير من النساء كثير من النساء دخلنا المساجد التي نحو الأمية للحفظ القرآن ثم دخلنا ثم جلسنا ثم تعلمنا والآن يوجد في المغرب في المغرب لا في غيره مصحف معروف ومصحف المرأة مصحف كتبته النساء فقط وموجود لمن أراد أن يضطل عليه بمعنى أن هناك أشياء كثيرة ولكن الذين لا يرون جيدا لا يرون هالأشياء وإنما يبحثون عن الأشياء الرديعة إذن نحن في هذا المسار يجب أن نستمر وهو مسار مشرف ومسار يعطي لهذه الأمة ولهذه للذكر وللأنت القيمة الحقيقية ويبت المعاني التي يجب أن تبت في حياة الناس هذه هي المعاني أو بعض المعاني التي نقصن إليها حينما نتحدث عن القرآن ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمل هذه الجموع من المشتغلين من النساء من الرجال من الأبناء من المتبرعين هؤلاء كلهم أعاني كلهم له أزر إن شاء الله في خدمة القرآن إذا كنا في هذه السنة في هذا العدد نرجو أن نكون أكثر عددا في سنوات لاحقة لأن أمتنا هذه الأمة المغربية أمة ربما بعض الناس لا يعرفها أمة خيرة ونحن نقولها تحتمس أوليتنا في كل مكان كنت تسأل هناك وناس يطرحون هذا السؤال الذي لم يملوا من طرحه هل المغاربة مقبلون على الدين أو معرضون فنقول لهم انظروا إليهم وهم يجتمعون في صلوات التراويح وتضيق بهم الرحال هل يتقدمون أم يتأخذون انظروا إليهم وهو يسجلون الإصابات ويسجدون ولو لم يكن ذلك سجودا جميل جدا هؤلاء يعبرون انظروا إليهم وهم يقبلون رؤوس الأمهات لن يكرم أحد المرأة مثل ما يكرمها أفته وتوجيهه وإنما نحتاج إلى صدق الطلب وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل يوسف المعين شكرا بفضيلة علان دونتون مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلم الجهاوي إيجياتي الشرق اتباطا لدور المرأتي ننتقل إلى فقرة وكلمة لأستاذة زاهية في الليل عوض المجلس العلم المحلي ليجدى لتحدثنا عن عناية المرأة بالقرآن الكريم والكلاس العلمية الخاصة بالقراءات القرآنية بالجهاب فضل فضل شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجد أنقاد السيد رئيس المجلس العلم الجهوي لجهة الشرق السادة رؤساء المجالس العلمية المحلية السادة أعضاء المجالس العلمية المحلية ذكورا وإناثا السادة المرشدون والمرشدات ضيوفنا الأعزاء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فقد اعتنت المرأة بالجهة الشرقية من بلدنا المغرب بالقرآن الكريم وتزايد هذا الاهتمام ليتخذ شيئا فشيئا صورا وأشكالا شتى تدل في مجملها على تعلق المرأة بكتاب الله عز وجل وعنايتها به خاصة مع الرعاية المولوية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى لتشجيع المرأة على القيام بأدوارها في خدمة الدين والوطن وقد انطلقت المرأة في الجهة الشرقية لتخوض تجربة الحصول على التسكية والتي تثبت حفظها لكتاب الله من المجالس العلمية مما دفعها إلى الإسهام في تحفيظ القرآن الكريم بالقواعد داخل المساجد والمعاهد القرآنية وقد تزايد عدد المحفظات بعد منتصف التسعينيات عاما بعد عام مما سمح بزيادة عدد المستفيدين والمستفيدات من الأطفال والنساء بمساجد الجهة ومدارسها ومعاهدها القرآنية سيداتي سادتي يشهد الواقع مدى التفاني والإخلاص في تجربة المرأة مع القرآن الكريم وقد دفع هذا التفاني للتوجه نحو العناية بعلوم القرآن فتلقت منها الكثير على يد العلماء والشيوخ واستزادت من العلوم الشرعية قصد توسيع مداركها وإثبات أهليتها للإقراء وتعليم العلوم الشرعية ولا أحد ينكر التأثير الإيجابي للمرأة على المجتمع لتوجه المرأة نحو القرآن والعلوم الشرعية لأنه سبب في صلاح المرأة وسبب في إصلاح الأسرة والمجتمع خصوصا إذا ارتبط عندها حفظ القرآن الكريم وتلاوته بحسن فهمه وتدبره والاجتهاد في تنزيله وتطبيق أحكامه وآدابه وها هي تنطلق نحو توسيع أفق العناية بالقرآن الكريم وذلك من خلال الاجتهاد والمثابرة للتمكن من القراءات السبع والقراءات العشر لتعمد إلى تسلم مهام كرسي القراءات بعد الحصول على إجازات من الشيوخ الأكفاء وهي تجربة رائدة يعيشها المجلس العلم المحلي ببركان من خلال تجربة مدرسة الإمام مالك بأحفير حيث تشتغل أكثر من مائة محفظة متطوعة وقد تسلمت المرأة المشعل لتقديم دروس تصحيح القراءة ودروس مخارج الحروف وصفاتها ودروس الأوجه القرائية وتخرج الفوج الأول لكرسي القراءات بعد عشر سنوات بإجازته في رواية ورش بالسند المتصل إلى الإمام نافع ببركان وقدم مجلس الإجازة بهذه المدرسة عشر حافظات يحفظنا الجزرية وأجيز بالسند المتصل إلى الإمام الجزري إضافة إلى مقراءة افتراضية لكرسي القراءات تؤدي دوراً مهماً في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة القرآن وأهله وهذه إحدى التجارب من مجموع التجارب الرائدة على مستوى المجالس العلمية بالجهة الشرقية وهي قابلة للتوسيع والنقل لتتحول الجهة إلى مشتل للحافظات الموجزات في القراءات السبع والقراءات العشر وإذا غصنا في مخزون ذاكرة المجالس العلمية المحلية بالجهة سنجد تجارب كثيرة ساهمت فيها المرأة بجد ومثابرة ولا يتسع المقام لذكرها وهو الدليل القاطع على تناسل عناية المرأة بالقرآن على مستوى الجهة الشرقية وننوه في هذا المقام بدور خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجالس العلمية المحلية بالجهة والتي تتابع عن كثب الحلقات القرآنية في رحاب المساجد لفائدة النساء والأطفال والشباب ومن هذا المنبر نشيد بجهود محفظات على مستوى الجهة باعتبارهن جنودا مرابطة لحماية هوية الأمة الإسلامية وهن في مرتبة المجاهدات المثابرات والمحتسبات خاصة مع حر شهر غشت من كل دورة وإذ نتوجه إليهن بخالص الشكر وكامل الامتنان نسأل الله عز وجل قبول صالح الأعمال منهن ومن كل من ساعد من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة ولا تفوتنا الفرصة للاعتراف بفضل رؤساء المجالس العلمية المحلية ومنهم جهود فضيلة الأستاذ محمد المصلح الذي عمل بحرص على تحقيق أهداف هذه الدورة ولكم جميعا رؤساء المجالس العلمية المحلية نقدم خالص الشكر والامتنان على كل الجهود المبدولة لإنجاح هذه الدورة وخدمة الشأن الديني من مواقعكم ونشيد بعمل الجميع وتكاثف جهودهم على مستوى المجالس العلمية المحلية أعضاء ومرشدين ومرشدات ووعاظ وواعظات وقييمين دينيين وإداريين نسأل الله تعالى أن يجازي الجميع خير الجزاء ويبقى فضل القيادة والريادة بحوزة أستاذنا فضيلة الشيخ مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق نسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وفي صحته ليواصل مسيرته بإصراره المحود إنه القدوة في العمل الجاد والمتواصل ومنه نستمد القوة ونستزيد الحرص لتوجيه العمل نحو ما يحقق خير هذه الجهة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً يا سيد ذاهي أفلاي علم المجلس العلمي المحمد الجداء ننتقل الآن إلى فقرة أخرى خاصة بالأطفال نقدم فيه قراءة فرضية للطفل سوهيل واسو من مسجد النورين بجماعة سيد موسى لمهاية فليتقدروا جمعاً اشتركوا في القناة دعون صHello ننتقل في القناة ننتقل في القناة وتعالى أي شيء إياهم شخصًا عندنا اتعلق ع Nok lungs ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 فستمر القرعة إذا كان غائبا تلغى القرعة وتعاد مرة أخرى شرط الحضور شرط هذا بالنسبة لمحفظ المدينة أما بالنسبة لمحفظ الأحواز فقد تجاوزنا عن هذا الشرط لبعد المسافة وصعوبة المواصلات نبدأ بقرعة الذكور يتفضل أحد المحفظين ليسحب الورقتين أي محفظ يتفضل محفظ 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 ليس محفظة يا له محفظة يا له نضيع الوقت خلط 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 الزيارة خلط هون الورقة الأولى إدريس أشقرباني الثاني دوار أولاد الحمار تفضلات الآن تتفضل إحدى المحفظات لسحب قرعة الإنان محفظة خلط الزيارة خلط الزيارة خلط المحفظة المحفظة أين هي مكينة؟ نعيد الخرآن الزيارة خلط الزيارة يارة خلط الزيارة خلط الزيارة خلط الزيارة خلط إنشاء أين دماغوة لطيفة جرجيني مسجد أم سلامة أين هي حاضرة أم لا نعيد القرآن لطيفة جرجيني مسجد أم سلامة فاطمة العمراني محفظة بمسجد بني ماجة يوالله تكون حاضرة فاطمة العمراني غائبة نعيد القرآن تنفيذ الشرط لا بد منه مع أن ما نعملون خديجة العرصي مسجد طيبة والحمد لله مبروك للفائزين مبروك لك سيدي مبروك للفائزين مبروك للفائزين شهد معاذ الجامعي والي جهة الشرق يقدمها لفائز إذريس شكربان شكرا لفائزين 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 اشتركوا في القناة 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 الجائزة الثانية ستقدم للطفل سهيل هواسو من مسجد النورين بجماعة الناسة المآية يسلمها له السيد محمد عزاوي رئيس جماعة وجدا فليتفضل مشكورة بقناة شكرا شكرا الجائزة الثالثة ستقدم للطفلة زينب braidدي من مسجد آل يا اسير في وجدا يسلمها لها السيد محمد أنيش عيلي رئيس مؤسسة محمد سوز لنهو بالإعمال جسماعي القيمي ديني الآن سنأتي على ختم هذه القمسية المباركة من دعاء صالح للأستاذ الختير بوعكة علم المجلس العبني المحملي لوجده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح اسم ربك لأ للذي خرق بسواه الذي قطر بأداه الذي أخرج مرحبا جعله غثاء نخوه سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يلوم جرى وما يخف ويؤسرك لليسرار فاذكر النبات الذكرار سيذكر مغشى ويتجنب ورشح الذي يصدر الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد لحم تزكى وذكر اسم ربه باصلا لتوثرون الحياة الدنيا والآخرة خر وأبقى إن هذا لبصحوب لهم لا صحوب إبراهيم وموسى أربنا لا تواخذنا إن نسينا أوخنا أربنا ولا تحمل عينا يصعك ما حمته على الذين من قبلنا أربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفو عنا واغفر لنا وارحمنا أتنوا لنا منصرنا على الغوم الكاثرين سبحان ربك رب عزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمد والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصده أجمعين اللهم إن هذه الوجوه اجتمعت في هذا اليوم المبارك لأغر تحتفي بهذه الناشئة تعظيماً لكتابك وإجلال لأهله اللهم اجعل القرآن العظيم نوراً لهم من بلأيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائرهم وحجاباً لهم من كل يسرين ومكروه وشفيعاً لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون